بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين عليها افضل الصلاة والسلام يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين متابعين الغليم متابعين قناة ملاصر والتاكسيسرز اهلا بيكم معايا النهاردة زي ما نشايفين معايا كده معايا شريحة من العقيق طبعا الشريحة العقيق بتبقى شكلها حلو جدا وتجزيعات الالوان بتاعتها بتبقى تحفة اوقات بنشتريها بالتعليقة بتاعتها واوقات بتيجي زي ما نشايفين معايا كده التعليقة اللي عندي هي مخرومة لكن بدون حاجة يتعلق منها التعليقة دي احنا نقدر نشتري حاجة اسمها لوزا اللوزا دي بيتعلق منها الحجر في اي سلسلة او اي عقد وبتبقى الموضوع سهل جدا لكن لنفرض انا ما عنديش اللوزا دي انا بعمل ايه باخد سلك النحاس الواحد ملي لان هو بيبقى افضل سلك مقاس وكمان متانة اللي انا هعمله ان انا هاخد جزء من سلك النحاس الواحد ملي بالشكل ده ركزوا طبعا مع الشغل وهبتدي اقفل على الحجر من تحت وهعمل كمان دايرة اه بعد كده ان انا اركب منها ايه الشريحة بتاعتي او الحجر بتاعي اه بشكل سهل جدا ان انا اهم حاجة الجزء ده انا باخد فيه وقت لي انا عايزة المفروض الدوائر بتاعتي تبقى شكلها حلو وكمان تبقى اه مقفولة بشكل اه ما فيهوش اي اه دفوق او ما فيهوش اي اه جزء كده بارز من السن بتاع السلك فباخد الدايرة كده بلفها باخد وقت فيها شوية عشان تبقى ملفوفة بشكل منتظم وكمان ما تبقاش معوجة والقصة اللي انا هقصها دلوقتي اه قدريها على قد ما اقدر عشان اه يبقى تشتيب الشغل بتاعي نضيف هحاول هندمها كده وزبطها وابتدي اعمل خطوة اللي جاية هي طبعا سهلة جدا على فكرة مش صعبة هي بس انا باخد اه الشغل اه بحذر شوية ان هو يبقى اه تشتيبي يبقى نضيف ما يبقاش فيه اي دفوق او ما يبقاش فيه اي غلطة ان هي اه تخلي الشغل بتاعي اه مش حلو اه اي حد يمسك المشغول اللي انا عملتها يلاقيه بيشك او يلاقيه بينتش فلازم ناخد وقتنا في التقفيل اه كويس جدا بالاخص في انهايات وبدايات الاطراف بتاعة الاسلاك بعد كده باستخدام الزرادية المبرومة هنا بقى اه الدايرة دي هي اللي هنعلق منها اه الشريحة او الحجر بنعملها بمقاس اه نسبة وتناسب كده ما يبقاش صغير قوي ولا كبير قوي لو انا الشريحة بتاعتي حجمها زي ما نتو شايفين كده هي حجمها يعتبر كبير مش صغير هياخد نفس اللفتين اللي اخدتهم بالتقفيل على الحجر اه اللي هو السلك هياخد برضو بس اللفة اللي هي الدايرة اللي هركب منها وبعد كده بمسك بادي او بالزرادية اه الطرف اه ولفه على نفسه مرتين كمان بحس ان انا اربط اه السلك بتاعي بشكل اه كويس وابتدي بقى اخد وقت زي ما قلتلكو اه في الجزء ده لان هو مهم جدا ان الاطراف انا كده في عندي طرفين من الاسلاك لازم ادريهم في لفات السلك وكمان اه ما حسش بيهم وانا اه لابسة المشغولة بتاعتي اه بعد ما بنخلص التقفيل بتاعنا طبعا هي كده جاهزة للتركيب في اي حاجة ممكن سلسلة فاضية اه ممكن اه اخد من نفس مية او لون الاحجار وابتدي اعمل عقد بالاحجار باستخدام السلك النحاس ان انا بقفل اه على اه كل حاجة اه كل حجر طبعا بالتقفيل بطريقة التقفيل البسيطة واحنا اشتغلنا حاجات كتير او مع بعض اه بالشكل ده انا بس هديكم مثال اه كل اللي انا كنت عايزة اركز عليه موضوع التركيبة بتاعة اه العقد بالشكل ده او الحجر بالشكل ده انا عندي هنا اه زي ما قلتلكو اه اه احجار اه قريبة من نفس اللون هاخدها كده بس هي متقفل عليها بسلك النحاس وكمان لو عايزين نعملها عقد لضم هتبقى برضو بنفس الشكل لو انا هعملها اه الدلاية بتاعتي في السنتر بتاع العقدة او في النص ببتدي اعمل الناحية اليمين من الاحجار والشمال واحط اه الدلاية بتاعتي في النص واقفل على العقدة بتاع عادي بصوا اظن سهلة وبسيطة جدا اي حد طبعا عنده حجر بالشكل ده ومحتاج يركبه في عقد اه بقى سهل سهل معانا دلوقتي باستخدام السلك النحاس الواحد ملي يارب يكون الفيديو اللي بتاع النهاردة مفيد ان شاء الله نتقابل على كل خير اه ما تمسنش من دعواتكم الحلوة شكرا اوليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الفسلام اشتركوا في القناة